ومجلس النواب أعلن النهاردة أنه هو ينتظر إرسال الاتفاقية التي وقعت ما بين الحكومة المصرية والحكومة السعودية خاصة بترسيم الحدود البحرية ووضع جزيرتين تيران وسنفير علشان دراستها والحقيقة أنا مبسوط أن ده حيحصل بسرعة ليه؟ علشان القصة تمشي في شكلها القانوني والدستوري وإذا كان في ناس عايزة توجه بقى سواء غضبها أو فرحتها فلتوجهها إلى الجهة الصحيحة وهي مجلس النواب مجلس النواب ده مين؟ هو مجلس الشعب هو ممثل الشعب والله أنتم متضايقين ومش عارف إيه مجلس النواب لو أقر الاتفاقية ازعلوا من النواب والنواب دول مين اللي جابهم؟ حضراتكم حضراتكم اللي انتخبتوهم لكي يمثلوكم فالقصة القرى الآن في ملعب مجلس النواب يدرس ويشوف وأنا زي ما قلت لكم المبارح أوهو المبارح أوهو المبارح أنا ما عنديش معلومة أنا سمعت كلام وسمعت أسانيد مبارح من الرئيس السيسي ومن الدكتور مفيد شهاب ومن رئيس الحكومة ومن وزير الخارجية وبعض القادة البحريين في العسكرية المصرية سمعت كلام مقنع بس عندي دليل في ايدي ما عنديش عشانك لو سألتني يا تامر هو الجزرتين دول سعوديتين وعلى مصريتين أقول لكم الله أعلم مين اللي بيت؟ مجلس النواب مجلس النواب حيبت ويقر من دماغه؟ لا بالوثائق والمستندات والخرائط ويدرس قد ما يدرس يشكل لجان قد ما يشكل عشان بس القصة تبقى واضحة وكل صاحب حق ياخد حقه بالقانون وزي ما نقول تلكم لو طلعوا مصريتين حنقاتل على الجزرتين دول بالروح والدم لو طلعوا سعوديتين نحن لا نأخذ حق أحد كلام واضح